بسم الله الرحمن الرحيم نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دائماً وأبداً وكما دابة العادة سنبقى أوفي أمخلصين لكل من من ساندنا فعلاً ودعم شيوخ أو شيوخ التربي والتعليم الشرفاء والشريفاء أحرار الحرائر الذين فعلاً أوصلوا كلمتنا ومظلوميتنا من داخل قبة البرلمان إلى كل من يهمهم الأمر وعلى رأسهم السيد وزير الطربية الوطنية السيد الوزير الوصي على القطاع إذن دائماً هناك استمرار في التعريف بهذه المظلومية مظلومية شيوخ الطربية والتعليم الذين توظفوا بالسلم السابع أو بالسلم التام وتم تمس قضيتهم وتم التستر على مظلوميتهم وهم كل من تقاعد من 2003 إلى قبل 2012 وأيضاً ألفين جوج وألفين واحد وألفين دائماً أعيد وأكررها لأن السيد الوزير المحترم كان أكثر كرماً منكم جميعاً من كل من كان يفاوض داخل اللجان التقنية والموضوعاتية التي لم تكن منصفة ولا عادلة ولم تقم بدراسة هذا الملف لا تقنياً ولا موضوعياً وسنعلل أجوبتنا سنعللها بالدليل وبالبرهان لأنهم تستروا كما جاء على سيد الوزير المحترم عندما أوصلنا له المظلومية وقالها رسمياً ومن داخل قبة البرلمان بأنهم أخبروه أخبروه يعني النقابات الأكثر تمتلية والمصالح الإدارية بمن فيها مديرية موارد البشرية ومديرية النزاعات والشؤون القانونية الكل أخبره أن المظلومية بدأت من 2012 وهذا اعتراف صريح بأنهم قدموا له معطيات معطيات باطلة ومعطيات مغلوطة ومعطيات مشكوك في أمرها في صحتها ومعطيات يعني لا نقول يعني ناقصة ومنقوسة وكاذبة والدليل على ذلك عندما تبين وجد فعلاً هناك عشر الاف ومئتين متقاعد ومتقاعدة بمن فيهم بمن فيهم المتوفون رحمهم الله وهم من 2003 كما قلنا صابحاً وكنا نؤكد على ذلك جميع الأفواج تصاعدين من 2003 إلى قبل 2012 وليس كالسيناريو الذي كانوا يريدون أن يكون امتداداً لهذا السيناريو الذين طبخوه طبخوه فعلاً وخرجوا بهذا الحل المهزلة الذي أقصى الأصل ورقى التوارع رقى التوارع وأقصى الأصل ولم ننطلق من فراغ ففعلاً هناك لوائح اسمية لوائح اسمية قد تم التأسف في حقها وهي التي تضررت من النظام الأساسي في 2003 فعلاً من المادة ميو 15 في حين كانت هذه المادة وجدت في النظام الأساسي من أجلها ومن أجل تسريع ترقيتها وخصوصاً وأيضاً المادة ميو 15 التي وجدت هي الأخرى من أجل التسريع لكل من توظف بالسلام السابع والسلام الثاني لأنهم كانوا ضحية كانوا مجن عليهم بفعل المرسوم دي الجوز صيفر جوز 854 لأن هذا الوقت أخذوا امتيازات وضحوا بنا نحن وأوجدوا احترازياً المادة ميو 15 والمادة ميو 12 من أجل التسريع بهذه الفئة دينا اللي فعلاً كانت يعني هي المتضررة وجد متضررة فبمجرد يعني تفعيل هذا المرسوم دي الجوز صيفر جوز 854 يعني 854 يعني النظام الثاني 2003 فعلوا المادة ميو 12 استثنائياً أي استثنائياً جميع الأفواج من 2003 و2004 و2005 وكانوا يطالبون بطرقية استثنائية لأنهم عارفين أجداره عارفين بأنهم ضحوا بالأفواج بشي ياخدوا الامتياز ديال يعني المنفراج والترقي إلى السلم الحاضي عشر وكانوا هم الأوائل الذين استفادوا منذ 2003 2004 2005 الآن يطالبون في أوريشيل إذن عندما ضحوا بنا وكانت هذه المرسومة أوها كانت المادة ميو 12 تم تفعيلها فعلاً بمرسوم استثنائي بترخيص استثنائي بترخيص استثنائي كطرقية استثنائية في عدود أربع سنوات من 2003 إلى 2007 بمفعول مادي من 1 إلى 1 إلى 2007 وبمفعول إدارة إذن 2003 ولكن أعطونا له هذه الفئة هي الأصل المظلومية كانت اللوائح موجودة وصادرة ولا زالت هذه اللوائح متواجدة وموجودة ديال المتقاعدين خصوصاً يا المتقاعدين يا المتقاعدين لأنهم تقاعدوا وقيدوا في جدول ترقي لمدة ثلاث سنوات 2003 و2004 و2005 وعندما أحيلوا على التقاعد في 2005 تبقوا فيهم الحصيص المادة سعود و90 الشيء الذي يخالف جميع جميع يعني الحلول والترقيات لدارها من بعد وكل من كان يعني يقيد اسمه في جداول الترقي وتقاعد كان يستثنى من الحصيص السنو إلا نحن إذن كانت هذه الأفواج وذلك اللوائح موجودة ولكن تم التستر عليها هذه ما الأصل ديال المظلومية كان هذه ما الأوائل كانت دراسة لهذا الملف لهربه وقاموا بالفبركة دياله على حسابنا وقاموا بالفبركة دياله على الهواء ديالهم وجاءوا بهذا الحل وسأكشف يعني بالدليل القاتل لأن كما قلنا قيدنا في جدويل الترقي 2003 2004 2005 واخرجنا يعني تقاعد فانتخصنا ندوز أوتوماتيكيا كما يفعلون مع جميع المتقاعدين تدوز خارج الحصيص السنو وفعلا هذه الفئة التي جاءت المادة 2015 من أجلها هي الوحيدة لم تستفيد منها استفيد ناش من المادة 2015 من السنوات الاعتبارية ونحن ما كناش في حاجة إلى السنوات الاعتبارية لأننا أصلا مقيدين في جدوى الترقي والأسماء ديالنا خارجة من أجل الترقي من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية واللوائح صادرة وتقاعدنا ولكن وقفونا بالحاصيص السنوي اللي خدوه مننا وشفروه مننا هذي تقاعدوا من بعد 2012 و2016 وعطيتوه لهم واحتسبتوهم أنهم متضررين في حين أنهم كما قلت دازو خمسة ديال المرات واحد من السابع للتامن للتاسع للعشر وعطيتوهم من الحضاعش ويالله دازو ستسنة تدوزو بست سنوات فقط من السادس من التاسع للعشر دازو بست سنوات ومن العشر للحضاعش دازو بست سنوات يعني المعايير التي على أساسها تم الأطراف المنظومية ما تتوفرش فيهم تتوفر فينا نحن حنا تم يعني تضررنا من نظام أستة 2003 وذلك بما أننا كنا متقاعدين ورغم ذلك طبقوا فينا الحصيص السنوية إذن ضررنا من المادة تسعود التسعين لأننا كمتقاعدين كان يجب أن نترقى خلافا للمادة تسعود التسعين وتقيدنا لمدة ثلاث سنوات للي خرجنا ورغم ذلك طبق فينا الحصيص السنوي وتم تجميل ترقيتنا ناهيك عن التنقيط الذي كانوا تعطوه وتعطوه تنقيط تعسو فيه الإدارة كانت تتأسفه في الأحرار والشرفة وفي النقطة العددية يعني تقديرية دي المدير ينقض منحك 6 على 20 باشي حطمك وباش مدوش في 2003 و2004 وفي 2005 عندما خرجنا خرجنا تبقاعد وحيلة الميلف ديالنا والنقطة العدد لني باشي يعني يدير لنا التقييم يقيمنا السيد النائب الإقليمي منحنا 20 على 20 مدير تعطيك 26 والنائب الإقليمي اللي هو الرئيس المباشر ديالي وديالي تعطيني 20 على 20 إذن هذا يؤكد بالملموس بأن هذه النقطة التي على أساسها يعني هذا خداو مني الطرقية ديالي لأن لم يصل العتابة التي تتحدد ها الكوطة أعطاني 26 على 20 ورغم ذلك كانت تصنم بالعتابة غير نقطة واحدة وجاء من تقييم سيد النائب يقيم يعطاني 20 على 20 والتفتيش عندي في 18 والنقطة العدد ديال إدارة 19 على 20 يعني لمرضودي ما بقوش يعطو أولوية لمرضودي يعني والكفاءة ديال الأستات إذن هذا اشتدر كان يعني قاموا بالتأسف علينا إداريا المديرين تعسفوا علينا وكان استعمال الشطط يعني في استعمال السلطة وقاموا يعني بإعطاء بمنحنا نوقة يعني من أجل الانتقام مننا إذن النائب تيعطيك 20 والمدير تيعطيك 6 ماذا يؤكد بأن هذا المدير كان جائرا وظالما وهذا هو السببب لخلنا لمجرد ما وصلنا تقاعد نسبي قدمنا تقاعد نسبي ديالنا لأننا لا يشركون باش نكون يعني نشتغل مع مثل هؤلاء الذين يعني نيخونون الأمانة وغير مؤتمنين في يعني في العمال ديالهم لخصهم يقوموا به ناهيك عن إفساء الثر المهني وما إلى ذلك والحمد لله نحن الآن على خير وبخير ومفاكش معكم تناخذ الحقوق إذا نقوم نقول لكم لماذا دازوا وداروهما 2019 بدأوا من 2019 خرجوا هذا المرسوم الجائع لماذا فعلا هذو المتقاعدين اللي خداوا التراقية وهما ماشي من حقهم أصلا لأن من حقنا احنا من حق كان عليكم دوزو الناس اللي تعسف فيهم فعلا النظام الأساسي المقيدين في الجدول التراقي وخارجين لمدة ثلاث سنوات وعندهم صلة وظيفية وظلمتهم بالحصيص السنوي وهم اللي خداوا منا وصرقوا منا المناصب المالية اللي كانت تتحدد سنويا لأن كل سنة كان غلاف مالي محدد للتراقيات سنويا فقط ما تيغفوت هذا العد وهذا والسبب علش تهرول هذه النقابات من أجل الملفات ديالها هي اللولة مخافة أن يعني يكون هذا بتوصل أنه هذا الغلاف المالي ما يغطيش حتى الملفات ديولهم كانت يصبقوا ملفات ديالهم هما اللولين والملفات الاخرين يذهبوا إلى مزبل التاريخ لا يهمهم إذن هذو سرقوا من الترقية ديالنا وجدهم من وراء 2012 ورديتهم بأن هؤ يعني متضررين ومضلومين وخارجين تيغوتوا يقول لك نحن هم المضلومين وجيبين احطادنهم نعقابات وتيقول لك بأن هؤلاء مضلومين وبأن نخصهم إنصاف وإلى ذلك إذن كنت واحد الدراسة أولا كان عليكم يعني لأن المضلومية تبنات على كل من توضف بالسابع وبالتام خاص خاص أولا يتوضف بالسابع وبالتام وتشوف محدود كان يعمل بالتام وتقاعد بالتاسع إذن ما الذي لديه الأسباقية كان يترقى مرة واحدة ولا جوج مرات إذن في حين هذا كان يترقى من السابع للتام للتاسع للعشر لمرة وكان موقعات كان كان هؤلاء الأسباقية ما الذي ترقى مرات أو ربعة ولا يترقى أربعات يلا المرات في حين أنه كان تاني محصيين كان الإحصال من 1972 إلى غاية 1986 وقد قلت لكم في فيديوهات سابقة بأن الإحصال أول كانوا يريدون أصلا وكانوا ببرمجين عليه الحل لها المرسوم هذ التوضب السابع وبالتام لأن كل مكان سنة التقاعد في إصلاح السنة التقاعد لم يكن يوافق على المتقاعدين هذا بين قوسين هذا يجب أن يدار كمتياز وكذلك لأن يوافق الترقية للمتقاعدين بقت الرجعين نهائيا لم يصل إلى 2019 ولكن تحت الضغطة يعني محطاف بالتاريخ المالي والإداري من 1-1 2016 وفق الاتفاق 25 أكتبر 2016 مرة كان يتبدل نهار 25 فيفريك 2020 2019 عفوا ولكن تحت الضغوطات بقوا محتاف بواحد 1-1 2016 يعني دوز المتقاعدين المتقاعدين بعدها الرجع الذي كان مؤسس فيه أولا كان يتبعون الدراسة ويتبعون من الدراسة ويتبع الملف 72 ويبقى جاي معه يترقى 4 مرات ويترقى 4 مرات ويستفيد كان اللوائح المدى 12 خارجين في اللوائح مقيدين ويجعل 5 ميدوزو وكان فقط هذي الحصيص الثانوي هو اللو بلوكاهم إذن هذو ما هذو الأسبق يقص ميدوزو في حيل أنكم كلهم وليتوا تتحييد وهم تتبوز متقاعدين كلهم بدون إخضاء من الحصيص الثانوي وتشوف كون كان استافد من الماد 15 وكون مستافد من هذي الأفواج 2003 2004 2005 مستافد ولكن ولكن أجر من ظالمة قدرت أخذ الاعتبار بمقتديات المادة سعود 90 يعني خطع الحصيص السنوي لماذا لم تريد تسمح أن تساكن بشتا وما يدوز وما يدوز وما يدوز المالي يجب تدخل فيه و يدوز 11 يدرب على رأس كم ملوين عفونا إذن كان الإحصال الأول كان 79 86 1900 1972 كان 1986 نقول لي مال لأن كان 40 سنة يدخل في 79 40 سنة 2019 يدخل لأعود لإطرق السلم الموالي السلم الموالي لاحظة عشونا ميحزان كان السلم الموالي بوم و 1986 يعني 45 سنة كان هذا الميلف أصلا ما سيكمل إلى 2026 إذن من يجاو هم داروا هذا الميلف لأنه هم أصلا داروا خاصة بالموزاوين تحسين شروط طرقي المرسوم الذي يجابه هذا جوش 19 504 كان أصلا خاص بالموزاوين فقط لا غير ولا واحد ولا متقاعد لا يدخل معه كلهم الموزاوين هذا لأجدار تحسين شروط طرقي كما تقول تحسين شروط طرقي سيكون بقي خدام أما لأي تقعد رأي فيز وتكلاسة و يقلب على شيء أخر بالنسبة لهم بالنسبة لهم بالنسبة لهم يجب يقلب على شيء أخر كلاسة المتقاعد ليس من حق الترقي الترقي حق من حق من حقوق يعني الموظف الناشيط لا كتيف المزاوي لأي يكون متقاعد يكون رابطة وظيفية لأن المتقاعد عنده رابطة وظيفية أو رأي ذي كادر محدوف من أسلاك الوظيف العممية إذن ما عنده الحق بش يترك نهائيا لو لتحايل وداروا المفعول المالي والإدار من 2016 اتفاقية الفبراكة الملفات كيف تدار ما داروا لكل شيء كما كانوا شهدوك ديولهم ومحتاضنين ما كانوا شغيروا لهم لأن الناس مساكن اللي خارجين في اللوائح ومقيدين ضحايا المادة 12 وطنع 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 وخارجين في اللوائح وكانوا يدوزوا ومشا 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 المادة 15 وشهدوزوا الملفات الموجازين تقخير غير أطور أسد لم يصبق لهم من كانوا مؤلمين يعني الفوش لتو 94 وخارجين وهل ومجاعة وكي نسلاب ثلاثة المرات تغير الأيطاء السلام تسعود زنزان تسعود الزنزان هذه الزنزان تتحشموش ونصح أصحاب حق لخارجين لوائح كان عليكم مما تقول لولين يعني يعني تتوم خذكم تنبهوهم وعارفين بأن خذكم تنساو الناس اللي جمّلت لهم ترقياد السلام بتسع وهم كانوا يعني مقيدين وفقط قد تطبقتوا فيهم هذه الكوطر اللي مبقاش تطبق على المتقاعدين إذن هذو كانوا متضررين وما اللي كانوا خصفهم يدوزهم هذو هم هذو هم اللي متضررين دروا من المرسوم هذو تدروا من المرسوم قيدين هذو ما مقيدين ما عندهم رابطة وظيفية دازو خمسات المرات آآ يالله استثني باش داز جيلت تقول لي انت يا راب رابهم اللي متضررين وباقي رابطينهم تاني ما عشب بغين تديروا لهم عيقتوا بزاف بزاف قا عيقتوا بزاف دي الله الحقر عيقتوا صغير تجمع النقابة أكثر تمت ايها وتجمع ماذا واللي بغيتو انتم تجيبو تقيرو تقولوا لي سير دي الوقفات تدير هذي يجيب لنا لجناء جمعية ودوزهم وفين هو الحق فين هو الاعتمان على الحقوق للشغيلة فين هو الخوف من الله سبحانه وتعالى لفوقنا وفوقكم فين هو الحق فين المساواة ناس اللي تتسالوا ما محتاج لسنوات الاعتبارية ما محتاج لهم قيدوا خارج بسادة والطرق يترم ثلاثة سنين وكل هذو اللي كل اللي حقهم زدتوا عاو تتاني دوزتهم وطيتهم مستحقات الديان نحن وباقي انت تقول ضحايا النظامين ايش من ضحايا باش ضحايا يلا باش خمسين سنين يلا ست سنين في الجديز داش كتر مربعة للمرات عفيتوا من المادة تعدوا تسعين اخذ السنة وتعطيبها ريا وقال الرديم تقول ضحايا تضحكوا على بنادم سيد الوزير تتوصلوا لهذا كش اللي بغيت والريل حقيقة اذا هذا المرسوم اللي تبنى على القرار سيد الوزير تبنى على مغالطات واشياء غير صحيحة ومغلوطة وباطلة فهذا المرسوم رأى باطل وحتى الطرقية اللي ترتبط عليها والمستحقات خاصة ترجع للخزينة العامة لانها باطلة ونكمل احنا كيف هاش تسعود وسبع بلنا تسعود وسبعين 2019 هذا شعال تحسين شروط طرقي بالنسبة المزاولين فقط وعطوهم سنوات اعتبارية لان المتقاعدين نخلصهم يعطوهم سنوات جزافية لانهم ريدي لابقاوش عندهم شعال اخر كما دارو في 2011 مع الاسد الذين يسبق لهم كانوا معلمين ودوزوا تاني 3000 فوق ظهرنا من حقنا احنا والغلاف المالي ديان نمش وعطوه لهم اسد الذين لم يسبق لهم كانوا معلمين ودوزوهم من 97 يقتر رجعي 14 سنة رجعوا للور ودوزو وعطوهم الغلاف المالي ديان نحن اعطوه لهم وحنا اللي كنا قيدين وخارجين في اللوائح طبقوا فينا الكوطة وهم دوزوهم بيدون كوطة ومنحهم سنوات اعتبارية تمكن من تشي سقف دوزو كل شي 3000 وواحد غلاف المالي ديان نحطوه لهم كذلك رهب مشي الله المرة اللولة غديروها ارتفل حكومة اللولة لا ولد 2011 عطت برط اللي بغيت وات تديروها وبقي الان زي تقول لي نقابة الشعب لهم من الشعب الى الشعب ولا تكشي عراط الفضفاضة فينا الحقوق بالعدالة والواجبات بالامانة كيناش من قاتش احنا نقوم بالواجبات بالامانة وانتو ما مكنش يعني الحقوق بالعدالة كيناش احنا اللي مضحق ثم مضحوش شوية غلاف مالي صاف الدوزول انتو ما خس كم تستوى انتو ملو لي لان معارفين كان غلاف مالي محدود هال الآن ما كان 680 درام الطرقيات رأى هالك اللي اللي برمجين فيها هو اللي غيكون تاح عجرافة سيرتال العام الجاي العطام سيد المال وزير مالية العطام ثاني شاعت مال العام الجاي اللي غادي شوف 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 عرماية للآخر موين فكان من ما يا علاش أصلا جاءوا من 2019 لأن هال اللي بقاو كل اللي هالفئة كانت تضرط لماذا تضرط لأن فئة 1995 جاءوا وإعطاهم المعلمين أعطاهم السلم التاسع وإعطاهم التاسع وإعطاهم ساعة 1995 وإعطاهم التاسع وإعطاهم جاءوا وإعطاهم فقط لمراجعة 1993 وإعطاهم 1994 والناس اللي توضفوا بالباكالوريا من 18 وإعطاهم متوضفين بالباكالوريا كانت خاصة تماما يدير لهم مراجعة أو على الأقل تحتاس لهم السلم 1995 لأن هذه الساعة 1995 وإعطاهم 12 سنة في سلم ثام وإعطاهم 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 المراجعة من 1993 وإعطاهم 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 الضحايا للمن توضفوا قبل وإعطاهم الكتاب كانوا وإعطاهم 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 يشيرون لهذا شيء لا يولا ضحايا ذا المعظم 12 تعرفون يا نظر فهم عارفين على إعطاهم الضحايا التي توضفوا قبل 1993 هم هذو الضحايا قبل 1993 هما هذو التي توضفوا من بكالوريو من 80 إلى 86 لأن من 87 وإعطاهم إجازة لم يقوم بقى المرضودية وإعطاهم الشواهد وإعطاهم مرة يشدون الشواهد وإعطاهم الأقدامية العامة والذي توضفوا قبل 1980 كانوا يجوك هم الذين سرقوا هنا الترقيات الأقدامية العامة هذه فئة التي توضفت من 80 إلى 86 كانت المتضر هي التي كانت الآن 2019 لأن ستبدأ تقع من 2000 وإن ستزاد من 80 برمج هذا المزاوين فقط وكانت هذه الترقيات تخص فقط المزاوين كانوا يتخص فقط المزاوين في حين كانت 13 أو 14 سنوات اعتبارية ومدازو في حين المتقاعدين الذين كانوا أصلا ريدي لم يكنوا علاقة وظيفة مع الإدارة وعطوهم يوم قبل لم يكنوا خدامين فيه وخلصوا الخزينة العامة وبناء اليوم لم يكنوا خدامين القرار السلام 11 ورسلوا صندوق المغربي للتقاعد وصندوق المغربي للتقاعد لم يكنوا وضعية إدارية جديدة التي يدير المراجعة وتم فشعطهم هو المستحق شوف هذا التلاعب التحايل على القانون في حين الناس أصلاً مستوفين وخيرجين ومن حقهم في لوائح منشورة وكينة وخصهم يدوزوا ووقفهم فقط بالحصيص السنة ودوك زوماد ودروا لما تبنديزة كاملة ودوك التحايل كامل وعفوهم تاني من الحصيص السنة إذا شكول لي كان ضايع شكول لي كان متضرر من المرسوم 2003 فعلاً الناس اللي تقساووا ومن اللي كانوا متضررين من المرسوم 2003 فعلاً الشيء تقبلها العقل والمنطق والموضوعية لماذا الوزر والتي يقول لهم جيبوليا ما شيء موضوعية ما شيء تكون موضوعية قالوا جيبوليا على الحضر الخاوي قال لي ناد قال لي ناد فاقي يمشي يدير جمعية وللجنة ويمشي يبدأ يهدر يدير لافيتات والهم وصافيش يقول لك هم يعطوهم التزكية وتدوزوهم هم الملفات في حين المتقاعدين قبل 26 جوان 2019 متقاعد وهو الدوز متقاعد واحد كان عليك الدوز كل شيء من توضع السابع والثاني وقتاعد وقبل 25 ويضرر من المصدر وكما قلت لكم مضاحية يعني مجنيع يعني اعترفتوا بها يعني خصوا الإنصاف ومصرحة وجبت ضرر في حين لوزتوا هذو ديولكم وكل هم اللي كانوا في اللجنة وفي الجمعية درتوا ليم ذاك المعقاس ديولهم بشتوهم ذاك السنوات اللي خاصهم بالضبط ووقفتوا في حين ان ترقية متقاعد واحد خلصك ترقي جميع المتقاعدين في حين ان افواج 2003-2004-2005 اللي تقاعدوا ومقيدين في جداول الترقي وعندهم رابطة وظيفية واللوائح صادرة ووقفتوهم رغم انهم مقيدين في جداول الترقي واللوائح صادرة لمدة ثلاث سنوات قبل ما يخرجوا تقاعد وطبقتوا فيهم الحاصية السنوات وكل شيء درتوا ليم ذاك التحايل كامل ومن بعد جنبتهم الحاصية السنوات ودوزهم أوتوماتيكيا هذه راق قمة الظلم وقمة التعسف وفي حالة السيد الوزير المحترم الذي نكنه لجميل احترام انه عالم بهذه تخريق بهذه تلاعبات وبهذه التجاوزات للدارد في هذه الميلة ولم يقوم بانصاف هذه الفئة كل وائح صادرة فسنعتبرك انك انسانا لا استعادلا ولا منصفا بل اعطيت حقوقا من المال العام لأناس لا يستحقونها لانهم كانوا محدوفين من الاسلاك للوظيفة العمومية وأنهم ترققوا أكثر من أربع مرات من السابع لتاسع للعشر ودوزدون للعشر ودوزدون للعشر بحجة أنهم المناصب المالية لا يستحقون لأنهم لديهم هذا الذي رأيتهم وكذبوا عليك باقين 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 رادينهم لأن بنادم هنا ستكون نطيحة وتخرج عينيك وتدير لجنة والجمعية وتلقى من يساندك وأرى برع وأرى برع وأرى برع والناس الذين عندهم الحق لا يتحدث عندهم الله وعندهم يكون عندهم القوة والعزيمة ولن ما قد تفارقوش معكم تناخدوا الحق وإذا تطلب الأمر تطلب الأمر لن نقول أكثر يلا تبقوا بخير ودائما نحيي الناس فعلا لأوصلوا المظلومية دينا حتى تم الاعتراف بها رسميا والاعتراف سيد لله تحية نظالية لهم لجميع الأحرار والحرائر الصرفة الشريفة الله يدر لك الخير